اهلا بكم ضمن اهتمامات الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم ونستهلها من جريدة الاتحاد الاشتراكي وهذا العنوان البارز جلالة الملك يؤكد ان القضية الفلسطينية هي مفتاح الحل الدائم والشامل بمنطقة الشرق الاوسط وفي التفاصيل دعا جلالة الملك في رسالة وجهها الى رئيس اللجنة الاممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف شيخ نيانج بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني دعا الى تجاوز حالة الانسداد في العملية السلمية وتكثيف الجهود الدولية لاعادة احياء المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي اما يومية اجغدويلو مغاك فات عنوين المغرب يفكر ماليا في النهوض بقطاعه الصناعي وتكتب الجريدة ان الاف الهكتارات من المناطق الصناعية الجديدة وتأهيل المناطق الموجودة هو الهدف المنشود برسم سنة 2021 وتضيف ان مخطط عمل 2021 يهدف الى اقامة العديد من الاوراش المتعلقة بالبنية التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير وبجريدة العلم نقرأ عملية تلقيح المغاربة ستنطلق في نهاية دجنبر واستئناف الحياة الطبيعية في شتنبر 2021 وتقول العلم في ظل عدم اعلان وزارة الصحة عن تاريخ مضبوط لانطلاق عملية تلقيح المغاربة ضد الفيروس التاجي تتضرب المعلومات بين من يقول انه سيكون في رابع دجنبر القادم ومن يقدر انه لن يبدأ الا مع نهاية الشهر نفسه كما تتناسل الاسئلة المرتبطة بهذا الحدث الضخم والمهم ومنها متى تعود الحياة الى طبيعتها وهو السؤال الذي يجيب عنه خبراء بالحديث عن شهر شتنبر 2021 بوصفه تاريخا محتملا لذلك وعلاقة بالجائحة نقرأ بيومية المساء شغيلة المحاكم بالبيضاء تحتج غدا الاربعاء بسبب كورونا وفي التفاصيل تخبرنا المساء بقرار النقابة الوطنية للعدل تنفيذ وقفة احتجاجية لمدة ساعة واحدة امام مختلف محاكم البيضاء احتجاجا على الوضع الوبائي بها وتوسع دائرة المصابين مقابل ما وصفته بالتراخي في التعاطي مع الحالات المصابة